اقامت سفارة سلطانة عمان بالعاصمة البريطانية لندن حفل تدشين للفيلم الوثائقي التاريخي كونوز عمان الذي يجسد مختلف الحضارات والثقافات التي مرت بها عمان عبر آلاف السنين الفيلم انتجا بالتعاون بين مجلة نزوة وشركة الانتاج ساندستون جلوبل البريطانية خلال زيارة قامت بها الروائية والبروفيسورة البريطانية بيتان هيوز للعديد من المواقع الاثرية والتاريخية في سلطنة عمان ابتداء من محافظة مسندم حتى محافظة ضفار وسيعرض الفيلم على قناة بي بي سي العالمية والقناة الرابعة البريطانية لتين تحضيان بملايين المتابعين رعى حفلة تدشين الفيلم معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام ترجمة نانسي قنقر